محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بمودي رزقيه وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبيه فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كنحيران لا أدعي في سهل هو أم في جبل أم في أرد أم في سماء أم في بر أم في بر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فاصل على محمد وآله واجعل يا رب رزق قلي واسعه ومطلبه سهلا وما أخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقه فإنك قدينا عن عذاب وأنا فقير إلى رحمتك فاصل على محمد وآله واجد على عبك بفضله إنك ذو فضل العظيم برمحمد وآل محمد اللهم شل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخرين اللهم اغفر لي الظنوب التي تهتك العشام اللهم اغفر لي الظنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الظنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الظنوب التي تنزل البلاه اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسيك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأنتو زعني شكراك وأنتو لهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خادع متذللا خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اجتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وذهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك فلمت نفسي فلمت نفسي نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من أثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائيه وأفرت بي سوء حالي وقشرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سنوي ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء في الفيع فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ورب من لغيرك إلهي ورب من لغيرك إلهي ورب من لغيرك أسأله كشف دري والنظر في أمري إلهي ومولاي جريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيه عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامريك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قداءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وأدخالك إياي في سعتي رحمتك اللهم فاقبل عذري ورحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب رحم دعف بدني يا رب رحم دعف بدني يا رب رحم بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرميك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك وعتقده ضميري وعتقده ضميري من حبك وبعد شدق اعترافي ودعايه خادعان لربوبيتك هيا هات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنين نطقت بتوحيدك شادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى دماء رحوت من العلم بك حتى شارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مضعناه ما هكذا الذنوبك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم دعفيه عن قليل من بلاء الدنيا وأقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاءه قشير مدته فكيف احتمالي لبلاء آخره وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غدبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أدج وأبكي لأليم العظام وشدتي عملتو للبلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع معاعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي سبرت على عذابيك فكيف أسبر على فراقيك وهبني سبرت على حر ناريك فكيف أسبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقاه لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بينها لها دجيج الآمنين ولأسلخن إليك شراخ المستشرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنا دينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين مستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها شوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقة عم عذابها بمعشيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يدج إليك دجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسن إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمن فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه له بها وأنت تسمع شوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم دعفاه أم كيف يتقى القلوبين أطباقها وأنت تعلم شدقاه أم كيف تسجله زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيا هاتما ذلك الذن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطعوا لولا ما حكمت به من دعظيبي جاحديك وقاضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لعحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس يجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلثناك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إله وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغالبت من عليه أجريتها أنتهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته ووعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائه وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحصال فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطائن تستروح يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا استعمل يا رب يا ربي سيد يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنار بذكرك معمورة وبخدمتك موسولة وعمالي عندك مقبولة حتى تكون عمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوتو أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتشال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدلو منك دنو والمخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كودني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نشيبا عندك وأقربهم منزلتان منك وأخشهم زلفتان لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك واجدني بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقلني عفرتي واغفير زلتي فإنك قاديت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نشبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناح ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاه يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رسو ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلّم سل على محمدين وآل محمد وفعل بي ما أنت أهلو وسل الله على رسوله وَالْأَئِمَّةِ الْمَيَامِينَ مِنْ آلِهِ وَالسَّلَمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ربع النعام ترشير في قبل ما اللعنال يَعْذَا يُعْذَا لِهُوَّمًا كَثِيرًا اَتخِيرًا كَثِيرًا 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 كَانَهُمْ أَعْسِيرًا كَثِيرًا لصناحين المؤمنين سنتين ستحضر أن يطرر أن يريد سورة القش되는 الفاتحة بسمي الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المصدد المستصى الأمجد المحمود الأحمد أب الكاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله لا أدائهم ومنكر فضائلهم وغاص بحقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى كيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم صلو على محمد وآل محمد صلو على محمد وآل محمد سورا النساء which is the fourth chapter of quran verse number 136 اللہ سبحانه وتعالى interestingly says that all you who believe يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا now when I read this verse or when I read this verse a question comes in our minds that Allah has already said all you who believe now there's no need to say that believe you are addressing those who are believers who have already brought iman yet Allah subhanahu wa ta'ala says يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا which means that all you who believe 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 in what? Allah subhanahu wa ta'ala says يَا يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله believe in Allah وَرَسُولِه believe in his prophet وَالْكِتَاب and believe in the book which we have revealed on the messenger now the holy prophet of Islam is quoted to have said that الْإِيمَانُ أَقْدُمْ بِالْقَلْبِ وَنُطْقُمْ بِالْلِسَانِ Rasulillah says that iman is consist or is a combination of conviction in the heart اَقْدُمْ بِالْقَلْبِ it is conviction certainty يَكِن of the heart iman the root of iman the place of iman the place of faith is in the heart وَنُطْقُمْ بِالْلِسَانِ and he says that it is speech from the tongue وَنُطْقُمْ بِالْلِسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْعَرْكَانِ and it is deeds from the limbs and Rasulillah is trying to explain us that a believer his faith will be strong the conviction that yaqeen that certainty will be very strong in the heart the place of iman is in the heart you remember the verse of Quran of Surah Hujurat when the Arabs came to the Bedouins came to Rasulullah and they said that O Prophet we have brought iman because they had their own reason to come and embrace Islam then Allah subhanahu wa ta'ala replies to them to Rasulullah that tell them O Muhammad that they have not brought iman they have just brought Islam وَلَكِن كُلُوا أَسْلَمْنَا because they came they said that we have brought iman they thought iman bringing iman is very easy so Rasulullah is told by Allah that tell them that they have not brought iman وَلَكِن كُلُوا أَسْلَمْنَا but say that you have brought Islam then Allah says that iman has not penetrated in your heart it means the place of iman is in the heart and iman is light it's nur it is in the heart it stays there and that is why here Rasulullah says that اقدم بالقلب it is conviction certainty يَكِن in the heart نُتْكُم بِالْلِسَان a moment when he speaks you will know that he is a moment with his words the way his speech will be full of iman will be full of faith because if that root is in the heart the fruits will be seen physically and then وَالْعَمَلُ بِالْأَرْقَان Rasulullah says that even the deeds will be seen from his limbs Rasulullah says there is another hadith of our sixth imam he is quoted to have said sixth imam says that Allah has blessed to his lovers and to his enemies to his friends and his foes the world which is very true the world today love of the world or the blessings of the world the bounties of the world even the enemies of Allah are having the bounties of the world they are enjoying the bounties of the world but the bounty of faith are only given to the chosen ones of Allah subhanahu wa ta'ala Imam Sadiq says then Imam Sadiq continues that is why the people with iman are in minority there are very few who have got this light in the heart Imam Sadiq says then he continues he says that their minister their wazir the people who have got iman their minister is humility and humbleness forbearance it is forbearance and their commander of chief of their army of people of faith Imam Sadiq says that the commander of the chief of their army is wisdom it is it is hikmat Imam Sadiq says that is why in the gathering he was asked his companions that who is a youth so somebody replied a youth is a person who is young in age who is very young in age even we believe that even we know that that a youth is a person who is young of age Imam Sadiq poses a question to them Imam Sadiq says that if you recite Quran and Majeed in Quran Allah subhanahu at'ala says about the people of Ashab they have that they are those who brought to their Lord or in verse number 10 he says that they sought protection in the cave the youth sought protection in the cave Imam Sadiq says that despite of their old age yet Allah subhanahu wa ta'ala calls them that they were youths Allah talks about them that they were youths who brought iman to their Lord in their Lord so despite of their old age yet fatha fitya is the plural of fatha la fatha illa li la saife illa zulfikar don't we say that the Jibreel Amin in the battle of Ahud he was eulogizing Amir al-Mu'minin in the heavens that there is no youth but ali la fatha illa so fatha is a young person ali is also called as a young person or all those who will go to the paradise they'll be youths they are the leader of the youths of paradise according to the so here also Imam Sadiq says who is a youth so they said that a young person Imam Sadiq says no but despite of their old age the people of Kiev are also who has got iman who has got faith strong faith and then observes piety he is a youth he is a youth now levels of faith what are levels of faith see there could be a person he has got Imam Sadiq says there could be a person he has got one portion of faith there could be a person he has got two portions of faith there could be a person who has got three portions of faith there could be a person who has got seven portions of faith then Imam Sadiq continues he says that it will be inappropriate to have expectation from a person who has got one portion of faith to burden him and having expectation from him acts suitable like that of a person who is having two portions of faith Imam Sadiq says or if a person has got two portions of faith and then you have expectation from him to burden him like that person having suitable actions acts from him like that person who is having three portions of faith Imam explains this to a saddler who had served him Imam tells him let me present to you an example Imam says that there was a person who was a Muslim a mu'min who had faith his neighbor became a Muslim who was a Christian he embraced Islam when he embraced Islam next day early in the morning this Muslim went to the house of that neighbor who had embraced Islam to the house of a convert he told him that it is early morning let's go to the mosque and let us go and pray he told him perform wudhu that convert became obliged to perform wudhu he performed wudhu and they went together to the mosque to the masjid they prayed namaz this is the narration from Imam Sa'dik it's not from me they prayed namaz after praying namaz they did all other mustahabbat thus the convert became obliged to do all those he is a new convert he doesn't know religion it's first time entering the mosque he was obliged to do all those recommended prayers and they prayed all recommended prayers until sunrise now this Muslim person says that the days are short soon it will be namaz Zohar time let us pray namaz Zohar wait let us wait he wanted to go he says wait until it becomes the time of namaz Zohar they prayed namaz Zohar after namaz Zohar the convert wanted to leave the masjid he says wait soon it will be the time of namaz Asar they prayed namaz Asar after namaz Asar he wanted to go he said soon to namaz time of maghrib they prayed namaz He persuaded him to stay till late night and the convert went back next morning when the Muslim goes again to knock at his door early in the morning when this convert opens the door he says that look I'm a poor person and I don't have much time in my hand I also need to earn my livelihood I've got a family who are dependents upon me I need to look after them for me it's difficult to go and seek and go and find for another person who will accept your religion Imam Sadik concludes here by saying that the ignorant Muslim because that man retorted by saying that Imam Sadik says that the ignorant Muslim forced him to revert to his original faith to his original faith because of his actions so the conclusion is that there are some people who have got one portion of faith they are shallow in faith all cannot be same in faith the ranks are different believers are ranked in different levels their levels of faith do not have expectation from a believer like that of a person who is having two portions of faith or three portions of faith and that is why when it comes to Salman al-Farsi historians and scholars say that Salman al-Farsi had the rank of tenth of iman he was very high Salman al-Farsi he was higher than Abu Zar he was very high Salman al-Farsi to that extent that once it is it is said in the hadith that whenever Jibreel descended upon Rasul Allah Jibreel would say to Rasul Allah that Ya Rasul Allah convey salams to Salman al-Farsi Allah has conveyed salams to Salman al-Farsi Allah has given salutations to Salman al-Farsi Rasul Allah Jibreel says to Rasul Allah he was able Salman al-Farsi was able also to he had the knowledge of genealogy he could also interpret dreams and Allah had granted him gifts of the paradise in this world this was Salman al-Farsi interestingly once when Salman al-Farsi when Salman al-Farsi was seated at his home Abu Dharag Ghaffari comes to the house of Salman al-Farsi to pay him a visit they were just chatting Salman had kept a utensil on the fire he was cooking something he had kept a utensil on the fire and they were talking suddenly the utensil toppled over and it came to the floor to the amazement of Abu Dhar that the utensil fell down but the contents in the utensil did not spill on the ground now this was amazing for Abu Dhar how is it possible that the vessel falls down but but the contents does not spill down on the ground Salman goes this was Salman al-Faris he takes the utensil he picks the utensil and he keeps again on the heat they continue to speak to each other it happened for the second time that it falls down again Salman when it happened for the second time Salman takes the utensil and keeps it on the heat whilst the contents in the utensil did not spill on the ground Abu was in his own world he was so much astonished that he hurried outside he left the house of Salman and he went out on his way he meets Amir al-Muminin when he meets Amir al-Muminin because he was in his own world he was amazed he could not attack that to see that action of Salman al-Farsi something impossible and when he meets Amir al-Muminin on his way narrates the whole incident you know what does Amir al-Muminin reply Amir al-Muminin tells him four things he says that oh Salman Amir al-Muminin says the first thing he says that if you would know if Salman would have informed you the knowledge which he possesses in his heart you would pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah have mercy on the murderer of Salman one two Amir al-Muminin tells him that Salman is Bab Allah he is the door of Allah on the earth three he says that whoever recognizes Salman he is a mu'min and whoever rejects Salman he is an infidel who says this Amir al-Muminin says three four Amir al-Muminin says Salman is from us Al-Muminin Mohterim Samin हम نے کیا عرض کیا हम نے پہلے آغاز مجلس میں یہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام صادق نے فرما کہ پکا مومن وہ ہے پکا مومن جس کے دل میں سچا ایمان ہے ان کا وزیر ان کا منسٹر حلم ہے اور سردار حکمت ہے مومن اس دو پر میں پرواز کرتا ہے ایک پر جو ہے ایک wing جو ہے حلم ہے دوسرا wing جو ہے دوسرا پر حکمت ہے مومن کے پاس حلم بھی ہونی چاہیے حکمت بھی ہونی چاہیے ہم کیا سوچتے ہیں پروبلم ہمارا کیا ہے پتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو yes man ہو یا بہو ایسی ہونی چاہیے گھر کی بہو ایسی ہونی چاہیے جو سب کچھ ہاں کہے ساس کو ورنہ پھر یہ بہو اب بگڑ گئی ہے چاہے غلط بات بھی ہو بھوری بھوری بھور نہیں کوئی اگر خلاف میں چاہے بگری کی ہو چاہے ہمارا پروبلم یہ ہم یہ سوچتے ہم چاہتے کہ وہ ڈائی ہے یا وہ ڈائی ہو ہے جو ہمیں سب کچھ yes کا ہے وہ اگر ہمارے خلاف جاتا ہے ڈیفرنس 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 نہیں چاہیے نا اختلاف بین العلماء بھی ہے علماء کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن we need to agree to disagree isn't it and respect each other in spite of having opinions کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس opinion کو مانتے ہیں اور اس opinion پر قائل ہے مبارک کرے خدا چلو آپ کی مرضی ایسی بات ہے کہ یہ آدمی برا ہو گیا کیونکہ اس opinion پر قائل ہے یہ تو غلط ہے ہے کہ نہیں وقت ہمارا ختم ہو گئے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں وقت کو کرو اپنے limit limit کو بھی پار کرو اچھی بات نہیں ہے اس لئے محترم انسان کوشش کرے ایمان کو قوی اور محکم بنائیں اور کیسے محکم ہو سکتا ہے ایمان ایمام سادق فرماتے ہیں کہ مؤمن ان کے پاس دو پر ہے ایک حلم اور دوسرا پر جو ہے اس کا حکمت ہے حلم کی بات جب آتی حلم یعنی کیا حلم فورویرنس سابر مؤمن کا اسلحہ سابر ہے اس کا ویپن سابر ہے اور اگر سابر کی بات آتی ہے تو اس امام کو میں یاد کرتا جنہوں نے کتنا سابر کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے آیا آسان تھا اس امام سجاد کے لیے کہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام پھر دوبارہ مدینہ تک جانا پورا سال گزر گیا سید سجاد کربلا میں یہ میرے مولا سجاد گستا خیماف کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا لیکن ماں بہنوں کے ساتھ دیار بدیار جانا بہت سخت تھا اس لئے جب بھی پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مشکتیں اور مسئیبتیں کہاں پڑ پڑی تو امام نے فرمایا الشام الشام منحال کہتے ہیں کہ میں نے میں شہید کیے گئے آپ کے بھائی علی اکبر تو کربلا میں شہید کیے گئے آپ کیوں شام کا نام لیتے ہیں تو امام نے فرمایا میرے لئے بہت سخت تھا کہ سات سو کرسی نشی کے مجمع میں منادن دادے کے حاضی زینب و حاضی کلسوم یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ظالم کے دربار میں ان کو لایا جائے بے مقن چادر اور سات سو کرسی نشی کے درمیان میں میرے لئے بہت سخت سا منحال نے کہا مولا کب تک روئیں گے مولا نے فرمایا ہے منحال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا منحال یا کوب کے بارہ فرزن تھے اس میں قرآن کہتا ہے کہ یا کوب کے آنکھوں میں سفیدی آگئی اتنا روئے یا کوب ہمارے تو ایسے سترہ فخر یوسف ان کو شہید کیا گیا ان کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا دیار بہ دیار پھر آیا گیا حتیٰ اس علی اسغر کو بھی جو میرے بابا نے ان کو سفرد خاک کیا تھا پوچھتے خیمے ان کو بھی باہر نکالا گیا سر تن سے جھدا کیا گیا ان کے سر کو بھی نوکے نیزے پہ رکھا گیا اور یہ ماہ رباب دیکھتی رہ گئی اور اپنے زخموں کو تازہ کرتی رہی جن مرہوم کے لئے مجلس منعقد کی گئی ہے ان مرہوم کے لئے ایک سور فاتح پڑھنے کی گزارش الفاتح سور پڑھنے 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 سور پڑھنے سور مرہوم مرہوم بچوں کی دور سے نظر نت قربت اللہ السلام علیکی یا عبد اللہ السلام علیکی یا رسول اللہ السلام علیکی یا امیر المومنین و امیر وسید السلام علیکی یا فاطمت زہر سیدت سائل عالمین السلام علیک یا بالفدل امیر المومنین خدا یا شہدہ اقر برا جميع ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی ان بلہ حال سلام علیکی یا عرس ابراہ مو فال النum سو السلام علیک یا عرس اوس روح اللہ حض محمد موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا شكرا